ترغب بالتسوق عن طريق الإنترنت لكنك خائف من المخاطرة عجبتك بضاعة معروضة على مواقع أجنبية في الإنترنت غير متوفرة في بلدك وسعرها أقل ولكنك لا تشعر بالأمان عند إدخالك لبيانات كرت البلنك الخاص بك على الإنترنت الحل بكرت الدفع لمرة واحدة فقط من كلارنا كلارنا هي خدمة بيع وشراء ويتم الدفع بعد وصول الغرض ويتم استخدامها بشكل كبير في عملية التقصيد وهي مجانية لأن البائع من يدفع وليس أنت تأسست في السويد عام 2005 قبل البدء بشرح استخدام تطبيق كلارنا يجب أن ننوه أن طريقة الدفع للبرنامج تختلف من بلد لآخر وفي هذا الشرح سوف نستعرض التطبيق باللغة السويدية أولاً عليك تحميل البرنامج من متجر تحميل البرامج أبل ستور للآيفون أو سوق بلايل الأندرويد عند فتح التطبيق سيطلب منك تسجيل الدخول باستخدام ID البنك ويتم الدخول بعدة طرق إما ببسطة الوجه أو ببصمة الإصبع أو كود الدخول حسب اختيارك الواجهة الرئيسية لتطبيق كلارنا تتكون من من جهة اليسار هذا الرمز يعني انتظار الدفع أو الدفع المستحق الذي عليك دفعه ويظهر لك عدد الأيام الباقية لدفع المبلغ هذه الأيقونة تظهر لك حسابك الجاري حالياً أو الرصيد الذي تستخدمه أنت حالياً ثالث أيقونة خاصة بأصحاب بطاقات كلارنا الحقيقية وليست الافتراضية هذا الرمز يظهر قوة الشراء التي ستحصل عليها فعند تسجيلك لرقمك القومي يمكن لكلارنا معرفة دخلك السنوي بالتالي تظهر إمكانياتك للشراء وحجم المساحة التي ستمنحك إياها كلارنا في خانة الترانس تظهر لك آخر شيء اشتريته وآخر المعاملات الاستفادة من كرت الدفع لمرة واحدة يدخل على قائمة شوبينج داخل الشوبينج يوجد خيار One Time Card يعطيك خيار Make Now في هذه القائمة عليك اختيار المكان الذي ترغب بالشراء منه بعد ذلك يقوم بسؤالك عن المبلغ الذي تخطط للشراء فيه فإذا كنت ترغب بالشراء بمبلغ 500 دولار مثلا ثم اشتريت بمبلغ 100 دولار من الموقع الذي اخترت الشراء منه عند الضغط على التالي يتم سؤالك عن خيارات الدفع هل هي الدفع لاحقا أو خيار التقصيد الذي يكون متاح إذا كنت ترغب بشراء شيء مقابل مبلغ معين يختلف باختلاف البلد الذي أنت فيها اختر خيار الدفع لاحقا أي الحصول على السلعة والدفع لاحقا الخيارات التالية هي الدفع بعد 14 يوما من وصول السلعة التي اشتريتها بالتسديد خلال 14 يوما ليس هناك دفع أي شيء سوى سعر السلعة فقط الخيار الثاني هو تأجيل الدفع لوقت أطول من 14 يوما ولكن مقابل رسوم بعد الضغط على تأكيد تظهر لك المعلومات التي اخترتها سابقا في التالي يسألك التطبيق بحال كنت تسمح لكلارنا أن يعرف هويتك الإلكترونية اضغط على موافق الآن الكرت جاهز صالح لمدة 24 ساعة للشراء من الموقع الذي اخترته على الكرت موجود رقمه وتاريخ الكرت وبالتالي هذا الكرت لا يمكن استفادة منه عند الشراء من أبل أو شراء برامج لفترة طويلة أو مواقع تحميل البرامج لأن هذا الكرت صالح لمدة 24 ساعة فقط كما أنه يكتب على الكرت رمز CVC وهو رمز الكود السري للكرت من الخيار الأوسط في الأسفل يمكنك نسخ الرقم الطويل للكرت لاستخدامه في الموقع الذي اخترت الشراء منه في الموقع الذي اخترت الشراء منه وتريد أن تشتري سلعة مثلا بنفس قيمة الكرت الذي فعلته اختر طريقة التفع وانتخرق من الكرت ومعلومات التاريخ وCVC وأكد الشراء ليصلك إيميل بتأكيد عملية الشراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا الشراء يظهر لك التطبيق المبلغ المستحق عليك ويمكنك الحصول على فاتورة بزيغة PDF ولدفعها إما يدويا أو عن طريق ربطة لارنا بحساب البنك يمكن استخدامها بأي مكان يعتبر الكلارنا فيزا كارت الاستفادة منها بدون رسوم يمكن الشراء عن طريقها بمبلغ 1000 إلى 2500 دولار حسب دخلك السنوي عدم وجود خاصية سحب الكاش مثل أنواع البطاقات الأخرى لا يوجد لها بنك خارج السويد وخدمة العملاء تكون عن طريق الإنترنت تطلب منك الدفع خلال 14 يوما فقط وبعدها قد يترتب عليك فوائد بينما بطاقات الفيزا والأمازون والأوتو تعطيك فرصة شهر كامل لسحب أموالها فوائدها عالية مقارنة بباقي أنواع البطاقات تبلغ نسبة 11.49% سنويا وشهريا 45 سنة لكامل المبلغ المتأخر لا تقدم خدمة تأمين السفر فعند الحجز من خلال البطاقة لرحلة سفر تم إلغاءها مثلا فلا تقدم كلارنا خدمة استرجاع مبلغ الحجز ويجب أن ننوه أنه يجب أن يكون عمرك 18 عاما على الأقل لاستخدام كلارنا شكرا